السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الدرس السابق عن التعاون تعرفنا على مفهوم التعاون اليوم سنتحدث عن المقصف المدرسي في حوار لبعض طلبة الصف الرابع من أين اشتريت هذا يا أحمد؟ لقد اشتريته من المقصف المدرسي وما المقصف المدرسي؟ هو مؤسسة تعاونية داخل المدرسة تسهم في توفير الغذاء للطلبة وتحقق أرباحا لهم والمدرسة هل أنت مساهم في المقصف المدرسي؟ نعم وما مهام المقصف المدرسي؟ يهدف المقصف المدرسي إلى توفير حاجة الطلبة من الغذاء بأسعار مناسبة ونوعية جيدة وتمكينهم من ممارسة عملية البيع والشراء وتعزيز سلوك العمل التعاوني لديهم وتعميق مفهوم الاستثمار بالعمل وفق أسل الصحيحة في المقصف المدرسي فضلا عن تعايدهم الشراء من داخل المدرسة حفاظا على سلامتهم وصحتهم كم سهما لك؟ ليه خمسة أسهم وهو الحد الأعلى المسموح به بكم اشتريت السهم الواحد؟ لقد اشتريته بعشرة قروش كيف يصير العمل في المقصف؟ يُعقد اجتماع المساهمين الهيئة العامة من الطلبة في بداية العام الدراسي من أجل انتخاب هيئة إدارية ولجنة مشترياتهم بالبيعات ولجنة مراقبة أرى أن خدمات المقصف جايته المضرورية حسنا ولكن ما لي لا أراك تشارك فيه؟ لقد قررت المشاركة اليوم وسأساهم فيها عددا من الأسهم غدا إن شاء الله أما اليوم فأنت ضيفي هذه البت العصير البرتقال اشتريتها لك من المقصف بهذا الحوار توصلنا إلى مفهوم المقصف المدرسي هو عبارة عن مؤسسة تعاونية داخل المدرسة تسهم في توفير الغذاء للطلبة وتحقق أرباح لهم للمدرسة تحدثنا عن التعاون بالدرس السابق وتكلمنا أنه سلوك يقوم به مجموعة من الأفراد المقصف المدرسي مؤسسة تضمن مجموعة من الأفراد توفر الغذاء للطلبة وتحقق لهم أرباح لهم وللمدرسة ما هي مهام المقصف المدرسي؟ لماذا وجد المقصف المدرسي داخل المدارس؟ يوفر حاجات الطلبة من الغذاء بأسعار مناسبة تمكينهم من ممارسة عملية البيع والشراء بتعود الطلبة أنهم يشتروا ويبيعوا تعز السلوك العمل لديهم بصير الأشخاص يتعاونوا مع الأشخاص اللي يبيعوا داخل المقصف تعميق مفهوم الاستثمار وبتعودهم الشراء من داخل المدرسة عشان تحافظ على صحتهم وصلابتهم كل الأغذية اللي بتكون داخل المقصف المدرسي هي صحية وسليمة نعودهم إحنا يشتروا من داخل المدرسة عشان ما يتعرضوا لأي أضرار أو مشاكل صحية كيفية سير العمل في المقصف المدرسي أو طريقة العمل في المقصف المدرسي يتم العمل في المقصف المدرسي عن طريق عقد اجتماع للمساهمين داخل المدرسة من بداية العام الدراسي من الطلبة والمعلمين يصير فيه انتخاب هيئة إدارية داخل هذه المسؤولة عنها ولجنة للمشتريات والمبيعات ولجنة مراقبة تراقب هذه الأسهم من هنا نتوصل إلى مجموعة من المهام وأمور المقصف تنظيم تعويض الطلبة على الشراء من داخله تعزيز سلوك العمل التعاوني لدى الطلبة المحافظة على سلامتهم توفير الغداء للطلبة داخل المدرسة أرجو من طلابي العودة إلى صفحة 47 في درس المجتمع التعاون لحل صور التعاون هذه هذه مجموعة من الصور تدل على بعض مظاهر التعاون أول صورة عندك هنا تعتبر عن تنظيف المرافق العامة المحافظة على نظافة المدرسة وحل الواجبات وعلاقة الحسنة مع الزملاء وزراعة الأشجار جميعها هذه من صور التعاون داخل المجتمع ينتقل معي الطالب إلى صفحة 54 عن أداب الاستراحة المدرسية والتعامل في المقصف المدرسي يوجد لدينا مجموعة من السلوكات الصحيحة والسلوكات الخاطئة هذه السلوكات داخل المقصف المدرسي سوف نبين ما هو السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ مع الأسباب الصورة الأولى هو سلوك صحيح تمكنهم ممارسة عملية البيع والشراء السلوك الثاني وأيضا سلوك صحيح الالتزام بالدور السلوك الثالث هو سلوك عدم صحيح يعني عدم المحافظة على نظافة المدرسة ورمي البواقي الطعام على أرضيات المدرسة والسلوك الرابع هو سلوك صحيح المحافظة على نظافة المدرسة وتنظيفها ننتقل إلى حل أسئلة الوحدة في صفحة 56 أنا والطلبة وأرجو حلها إلى علاء الكتاب المدرسي السؤال الأول والوضح المقصود بكل من المفهومين الآتيين التعاون هو سلوك إنساني نبيل يتبثل في قيام مجموعة من الأفراد بالعمل معا من أجل إنجاز هدف معين المقصف المدرسي مؤسسة تعاونية داخل المدرسة تسهم في توفير الغذاء للطلبة وتحقق أرباحا لهم و للمدرسة السؤال الثاني اذكر ثلاثة من مظاهر التعاون التعاون داخل الأسرة داخل المدرسة داخل المجتمع السؤال الثالث اذكر ثلاثة من مهام المقصف المدرسي توفير حاجات الطلبة من الغذاء بأسعار مناسبة تعزيز سلوك العمل التعاوني لديهم وممارسة عملية البيع والشراء داخل المدرسة السؤال الرابع أرسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتيه قيمة السهم الواحد للاشتراك في المقصف المدرسي هي عشرة قروش الإجابة جيم لا يزيد عدد أسهم الطالب الواحد في المقصف المدرسي على خمسة أسهم الإجابة رقم ب السؤال الخامس ما رأيك في كل مما يأتي؟ يوجد لدينا بعض السلوكات سوف نتحدث عن هذه السلوكات عضو في لجنة المقصف المدرسي يشتري من دون أن يلتزم في دوره هو سلوك غير إيجابي يجب حتى لو أنه عضو داخل المقصف ولجنة المقصف يجب أن يلتزم في دوره مع الطلبة با طالب يبيع في المقصف المدرسي ويتناول الطعام داخله تاركا عددا كبيرا من الطلبة ينتظرونه في صف طويل لازم أنا أحترم الدور وأحترم طلابي داخل المقصف هو سلوك غير إيجابي أيضا يجب الالتزام بالقوانين داخل المقصف المدرسي جيم معلم يقف أمام المقصف ملتزما دوره والشراء علبة عصير هو سلوك إيجابي ذلك لتعزيز مفهوم التعاون بين الطلبة وبين المعلمين السؤال السادس إذا سعدت عجوزا على قطع الشارع فهل ذلك يعد تعاونا مع الآخرين وهل تثاب من الله على عملك هذا نعم هو يعد تعاون مع الآخرين وذلك داخل تعاون داخل المجتمع وأنا لثواب الله سبحانه وتعالى السؤال السابع قم بتصميم شعار للمدرسة شعار المدرسة للمقصف المدرسي ادخار وتعاون واستثمار يوجد ورقة عمل على موقع كنز للطلبة أرجو الانتباه لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر